تداعى أبناء محافظة معان للتوقيع على وثيقة شعبية تدعو لمنع إطلاق العيارات النارية في كافة المناسبات الاجتماعية جاء ذلك خلال اللقاء الشعبي الكبير الذي أقمته وزارة الداخلية ممثلة بمحافظة معان بحضور جميع الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المحلي وشيوخ وجهاء المحافظة وعدد كبير من المدعوين دور إداري لوزارة الداخلية ممثلة بالحكام الإداريين وسنقوم بتشديد وتغليض العقوبات واتخاذ الإجراءات الكفيلة لرادعة لهذه الظاهرة حتى نصل إلى مجتمعنا الأردني ذو الأخلاق الحميدة والصفات الطيبة يجب أن يكون هناك تكاتف مجتمعي لمحاربة هذه الظاهرة نعرف أن هذه الظاهرة اجتماعية صعب أنك تشتذتها ولكن أنت بالإجراءات الأمنية وبالتكاتف المؤسسات المجتمع كلنا لمحاربة هذه الظاهرة بنحاول قدر الإمكان الحد من هذه الظاهرة لحد ما إن شاء الله ننتهي تماما من ظاهرة إطلاق العيرات النارية وخلال التوقيع على هذه الوثيقة والتي تدعو على الالتزام التام بمنع إطلاق العيرات النارية في كافة المناسبات الاجتماعية جرى نقاش موسع مع الحضور حول هذه الظاهرة التي باتت خطرا حقيقيا يهدد المواطنين مطالبين باتخاذ أشد العقوبات من قبل الجهات الأمنية على مطلقي العيرات النارية في هذه المناسبات الاجتماعية علينا من هذا المنطلق ولزاما أصبح علينا كنواب أيضا نواب أمة أن نتبنى في المرحلة القادمة ضمن الدورة العادية اللي هو قانون رايح يعرض علينا قانون الدخار والأسلحة علينا أن نشدد في العقوبات على مرتكبي هذه الظاهرة المخالفة اليوم أجمع أبناء معان المحافظة على نبل ظاهرة إطلاق العيرات النارية ويجتمعوا اليوم وهذه وثيقة عهد وميثاق شرف عظيم أنه يرح يلتزموا بأفراحهم كل مناسباتهم بالنوأد هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعاتنا أرث الشعبي كبير لظاهرة إطلاق العيرات النارية جاء ذلك من خلال وثيقة شعبية وقعت من جميع أبناء ووجها مخافظة معان ولسان حالهم يقول لا تقتلني بفرحك رعد عوجان التلفزيون الأردني معان